وسلسلنا بيبدأ ببنت اسمها وينس دي وهي دخل مدرستها اللي كان باين عليها انها مش عجباها وبتوصل عند الخزنة بتاعتها واول ما بتفتحها بتلاقي اخوها واقع منها فبصط له بنظرة خوافتني انا شخصيا وسألته على اسماء اللي عملوا فيه كده وقبل ما تكمل كلامها جالها رؤية بتوريها اللي عملوا كده فبتروح البيسين اللي هما كانوا فيه وبتقولهم محدش غيري يقدر يعزب اخوها وبترميلهم اسماك البيرانا اللي اول ما بترميها بتعض الولد اللي ازق اخوها وطبعا اللي عملته ده اتسبب في انها تفصلت من المدرسة وتاني يوم بنشوف اهلها وهما بيوصلها لمدرستها الجديدة اللي هي للمنبوزين مدرسة متجمع فيها كوكتيل كده شوية مستزئبين على مصصين دماء على مجموعة مرهبين زي الاخت دي يعني مدرسة كده غريبة كده وبيحكوا لها عن ذكرياتهم فيها وبنقابل في طريقنا واحدة عجوزة بتوصل واحد للغابة وبتحذره من المكان وياريته سمع كلامها لانه للاسف فيه وحش غامض خلص عليه وبننتقل الوينيس دي اللي وصلت لمكتب المديرة مع اهلها وبنعرف انها اتطردت من تمام مدارس خلال خمس سنين وبنعرف من كلام وينيس دي مع المديرة انها هتخليها تطردها من مدرستها هي كمان اللي هو يعني اي انا انتي وبعدين بتروح مع المديرة تشوف قدتها اللي طلعت مشتركة مع واحدة بتحب الالوان الكتير وطبعا ده ما بيعجبش وينيس دي وبنشوف البنت وهي بتسلم وينيس دي بتاعها وتفرجها على المدرسة وبعد ما خلصوا بنلاقيها وهي بتودع اهلها ومامتها كانت بهديها سلسلها تساعدها تتحكم في الرؤى اللي بتجيلها وبعدين بتطلع وينيس دي لقودتها وبنلاقي ان ابوها سابقيت تحرصها وترقبها وهي مش واخدة بالها وبنشوف وينيس دي وهي بتقسم قدتها للقسمين بتاعها المظلم وبتاع صاحبتها اللي مليان الوان غريبة ده وبنشوف مدرستها دخل ترحب وينيس دي بوردة سودة وبتحذرها من كام حاجة وبتخرج بيجي تاني يوم وهي وينيس دي دخل ساحة المبارزة وبتتحدى واحدة شايفة نفسها والمبارزة بينهم كانت صعب وفي الاخر بتخسر وينيس دي وبتتدايق جدا وبنشوفها وهي خارجة من المدرسة وكان فيه تمثال هوا عليها بس بيجي شاب وبيلحاها وبنعرف انهم متقابلوا وهم صغيرين وهي انقذتهم من الحرق في تابوت العرابة بتاعته وهما كده بقى متعدلين خلاص وبتروح وينيس دي قدتها وبتقعد تكتب وبتلاقي الايد اللي ابوها سابها ترقبها كانت مستخبية تحت البطنية فبتمسكها وبنعرف ان اسم الايد ثانج وبتعرفوا انه قدامه خيرين الاول اللي اما هتحبسه في الدرج بتاعها يا اما هيبقى تحت ولقها ويساعدها وهو طبعا وافق انه يبقى تحت ولقها ويساعدها وبتبدأ تعرفوهم هيعملوا ايه وبنعرف انها بتخطب تهرب وبنشوفها وهي راحة مع المديرة لدكتورة العلاج النفسي علشان تعالجها من التوحد اللي عندها وبنعرف انه نيس دي انه يتهرب من عندها وبالفعل هربت من شباك الحمام وكانت وهي ماشية خبطت في راجل فبتشوف رؤية ان الراجل ده يموت في حدثة ورقبته مكسورة وبعدها بتمشي وتدخل لكافيق فبتلاقي في مكانة قهوة بيزة فبتتفق مع صاحب الكافيق انها هتصلحها مقابل اربع جرعات قهوة مع تالج ويوقف لها تاكسي وبعدين بيعرفها انه مفيش تاكسي في منطقتهم ويقترع عليها يوصلها بعد ما يخلص شغل وبتعرف ان اسمه تايلر واما بتقعد علشان تستناء بتلاقي ثلاثة ولاد داخلين يتنمروا عليها وده بسبب ان مدرستها بتضم ممبوزين وطبعا بانتناها ما بتسكوتش وبتقض حقها وبتوريهم شغلهم وبعد ما خلصت بتلاقي ابو تايلر اللي هو زابط داخل وبيسأل عشان يعني بيحاول يعرف اللي حصل وبتدخل بعض المديرة وتعتذر لهم وبتاخد وينس دي وبتمشي وبنعرف برضو من الزابط ان ابو وينس دي متهم بقضية قتل وبنروح للمديرة اللي لما بتكون ماشية مع وينس دي بيلاقوا حدثة وبنكتشف ان الرجل اللي وينس دي شافت له الرؤية وبتقول اللي حصل للرجل بالزبط ولما بتسألها المديرة عرفت ازاي ما بتردش عليها واما بيوصلوا بنلاقي وينس دي طلعت على قضيتها وبدأت تازف على الجتار لحن صوته عالي بيسمع كل المدرسة ولما بتخلص بتلاقي صاحبتها دخل عليها وبنعرف انها من المستزئبين ولسه متحولتش وكما ممكن تبقى وحيدة بسبب كده واما بتعرفها وينس دي ان الوحدة حلوة وبتحكي لها عن اول مرة عيطت فيها كانت بسبب انها شافت اطفال بموت العقرب بتاعها والدام عينها فولا قاسية ومن وقتها قررت متعيطش وتبقى وحيدة وقلبها اسي وبعدين بتروح وينس دي وهي بعتها اليت تينج اللي تايلور برقمها علشان عايزة يوفو بوعده واللي هو يعني يوصلها لأقرب محطة قطر وبتعرفوا انهم هيهربوا بعد حفلة بكرة اللي المدرسة هتعملها ولما بتجي تهرب مع تايلور بتغبط في اسم الها في المدرسة روان وبتظهر لي الرؤى انه هيموت في الغابة بواسطة الوحش الغامض اللي قتل واحد في اول المسلسل فبتسيب تايلور وبتجري ورا روان علشان تحذروا ولما بيوقف بتقوله انه في خطر ولازم يا رب لكن بيقول لها ان هي الخطر ولازم يخلص المدرسة منها وبيوريها الصورة ليها ممت ورسمتها قبل خمسة وعشرين سنة وقالت له البنت دي لو جات نيفرمور خلصهم منها وكان بيحاول يخنق وونس دي بس بيهجي معالي الوعش وبيقتل وبيسيب وينس دي وبيجري وبترجع بليل تحكي الاهلها على اللي حصل معها وبنشوف الشرطة بتدور على جودسة روان ومش بتلاقيها وبعد كده بيروح الزبط لمديرة المدرسة وكان بيتكلم مع وونس دي وبتعرفوا انها شافة الوعش وهو بيقتل روان وبنشوف ان العمدة بيختلف مع الزبط بوجود دب مش وحش وبنشوف ان المديرة بدأت تكذب وينس دي وتقول لها ان روان ممكن يكون هرب واما بتنكر وينس دي بتحكي للزبط اللي هي شافته وبيبدأ يسألها كانت في الغبلية فبتعرفوا انها سمعت صوت دوشة وراحت تشوف ووقتها شافت اللي حصل وبتطلب انها تتكلم معالوحدهم لكن المديرة بترفض بس الزبط بيعرفها ان في الحالة دي لازم ياخدها معالي الاسم وهيتكلمه والمديرة برضو بترفض فبتسيبهم يتكلموا خمس دقايق وبتعرفوا وينس دي ان في حد بيداري علامة روان وكمان خفى الجثة وبتقوله انه مش هيقدر يسيب القضية دي واما بيسألها ليه بتقوله علشان هو عارف ان في وحش وبعدها روان بيدخل عليهم وبيقول الزبط ما يصدقش كلامها وانه ما حصلش لي حاجة وبتخرج وينس دي وبتروح للدكتورة بتاعتها وبيتكلمه وطبعا وينس دي مش بتريحها في اي سؤال بتسأله وبتعرفها انها هتفضل تقعد في جزيرة لوحدها محمية باسمك قرش وبتقول لها الدكتورة انها مش هتسبها وبينلاقي الدكتورة بتقول لها وقت الجلسة خلص من غير ما تهرب وتبقى كده فازت مرة ولما بتنزل بتتقابل مع تالور اللي بيعرفها انه مصدقها بخصوص اللي حصل في الغابة وبيطلع للدكتورة وهو كمان وبنشوف وينس دي وهي رايحة لزميلتها في القوضة اللي كانت بتجهز لسباء المراكب اللي بيعملوه كل سنة فبتسألها وينس دي ايه ده فبتعرفها انه سباء كل سنة بينكا بتفوز فيه وبعدين بتسألها عن قصة روان فبتقول لها انه ممكن تسأل اجزافير زميله في القوضة وبتروح وينس دي على قوضتها علشان تشوفها تعمل ايه وبعدين بتلاحز علامة في الصورة اللي روان وراها ليها وبتروح بسرعة على المديرة تسأله على روان وبتعرفها انه مطروض وهيمشي وبتقول لها انها عرفت ان بيجي لها رؤى بالحاجات اللي هتحصل وينس دي بتتصدم وبتمشي وراحت لإجزافير علشان تسأله على روان وبيعرفها انه ما يعرفش حاجة وبيقول لها لازم تبعد عن تيلور لانه مش بيحب مدرسة نيفرمور وكمان ما بيحبش حد فيها وممكن يأذيها وبعدين راحت تشوف روان قبل ما يمشي وبتسأله ليه قال لها انها ممكن تدمر المدرسة فما بيرضىش يتكلم معها وبيمشي فبتبعد سينج وراها علشان يرابه وبنشوف سينج راح وراه فقده لما غير شكله بالمديرة وهنا بنعرف وقتها ان المديرة هي اللي كانت بتدري علامة روان وبنشوف وينس دي بتتكلم مع سينج وبيعرفها انه فقده لما دخر الحمام وبتقول له انه خزالها وبنشوفها لما راحت تقعد جنب اجزافير اللي عنده قدرة انه يحرك الرسوم وبنلاقي الاستاذة بتاعتهم بتسأل عن اسم زهرة وبترد عليها وينس دي وبتروح وينس دي بعد ما بتخلص لزمزها في القوضة وبتقول لها تساعدها تدري على غيابها وبتروح مكان يوجين بتاع النحل علشان تحرصه بدلها لان المديرة بترقبها وبتعرفها انها مش موافقة علشان بتخاف من النحل وبتقول لها تروح تقتزر لثينج علشان متدايق منها وهي ممكن تساعدها وبالفعل بتروح تراضي وبتروح زميلتها مكانها وبنشوف وينس دي وهي في الغابة بتدور على اي حاجة لروان فبتلاقي تايلور وبيعرفها انه ساعدها تخفي اثارها بالبن المطحون وبيمشي معها وبتلاقي وينس دي نضارة روان واول ما بتمسكها بتظهر لها رؤى فبتوريها ان روان وايجزافير كانوا بيتخنقوا وكمان بتوريها المكان والكتاب اللي روان قطع منه الصورة بتاعتها فبتروح للمكتبة تدور على الكتاب بس بتيجي لها استاذة وبتسألها بتدور على ايه فبتوريها الصورة بتاعت العلامة اللي شافتها في الصورة قبل كده وبتسألها لو تعرف حاجة عندي فبتقول لها دي علامة جمعية طلابية اسمها النايتشيد لكنها خلاصة تحلت من زمان وينس دي بتروح لقضة اجزافير والدور على الكتاب بس مش بتلاقيه بس قبل ما تمشي بتسمع صوت وبتستخبع تحت السرير وبتظهر انها بينكت كانت جاهة اجزافير ويتعرف انها هتخسر زميلة بكرة في السباق وبنشوف وينس دي وهي افقدتها بتقول زماليتها انها هتروح معاها السباق علشان تزل بيانكة وبتفرح زماليتها وبتعرف ان مفيش قواعد في السباق ده وبينكة علشان حرية بحر بتتحكم في البحر براحتها وابتكرر وينس دي انها هتعملها بنفس معاملتها وبيجي تاني يوم وبيروحوا السباق وبتتخطى بيانكا كل المراكب بواسطة زميل لها تحت المية وبيقدر يقرب كل المراكب بس لما بيجي على مركب وينس دي بيرموا عليه الشبكة وبيعطرواه وبتنزل وينس دي تجيب العالم بتاعه وأول ما بتلمسه بيجي لها رؤى بواحدة شبهها وبتقول لها انت المفتاح وبتقوم بعد كده تاخد العالم وتروح للمركب وأما بيحاول زميل بيانكا انه يشاقلبهم بيضربوا ثانج وبتقرب وينس دي من مركب بيانكا وبتخروموا بسكينة كانت في المركب بتاعهم وبتكسب وينس دي وبعدين بيروحوا علشان المديرة تكرمهم وأما زميلتها بتاخد الكاس بتمشي وبتقعد على تمثال وأما بتص على الكتاب اللي في إيده التمثال بتلاقي نفس العلامة اللي شافتها في صورتها وبعدين بيجي زميلتها علشان تاخدها يحتفلوا سوا وبترجع وينس دي بالليل وبتحل اللغز اللي موجود وبتقطق مرتين والباب بتاع التمثال ده بيفتح وينس دي بتنزل وبتلاقي مكتبة وبتدور على الكتاب وبتلاقيه وأما بتاخده بتلاقي بيانكا وإجزافير وزميلهم خبوا والشعب حجسودا وكتفوها وسألوها الدخلت ازاي فعرفتهم انها حلت اللغز ودخلت وبنعرف ان دول الجمعية انها تشيد وبيرضوا عليها تبقى معهم لكن هي بترفض فيستغربوا منها وهي مشى بتقولهم انهم اساؤل مهنة الخطف ومن وجهة نظر ان هي عندها حق بصراحة وما غلطتش وبنشوف بعد كده وهي بتقلب في الكتاب وبتلاقي مكان الصورة اللي روان قطعها وبتلاقي نص الصورة الثاني اللي واحد وماسك سيف بيحاربها بيه وبعد كده بنشوف المديرة وهي بتعرفهم انهم يروحوا البلدة علشان يعملوا اعمال تطوعية وفي نهاية اليوم هيبقى فيه حدث مميز وبتطلب منهم ما يعملوش مشاكل ويمثلوا مدرسة نيفرمور حلو وبتدي كل واحد ظرفه وفيه المهمة اللي هيبقى فيها وبيطلع لونس دي كومت يوريا وبنعرف من انه يعني متجر تحف قديمة ولما الحدث بيخلص بنشوف المديرة وهي بتطلب من وينس دي تعزف في الحدث المميز نفط اللحن اللي كانت بتعزفه قبل كده لانه عجبها وبيتوافق وينس دي ولما بيروحوا تاني يوم البلدة بتقابل وينس دي اجزافير اما بتوريه الصورة بتاعتها اللي في الكتاب بيقول لها ان الراجل اللي في الصورة اسمه كراكستون وبنعرف ان مؤسس جيريكو اللي هي البلدة وبنشوف العمدة بتكلم مع الضابط وبيعرفوا ان محدش حابب طلاب نيفرمور بس لازم يستحملوهم علشان هم اللي بيدعموا البلدة وكمان بياخد راتبو منهم وبنشوف الطلاب هم بتجمعوا عند واحدة بتحكي لهم عن عالم الحجاج وبتقول لهم يقفلوا تريفاناتهم علشان هيسافروا بالزمن وكمان هيعملوا حاجات وهيبيعوا العالم الحجاج وبتروح تديهم زي موحد يلبسوه ويبدأ كل واحد في القسم اللي طالع عليه في الظرف بتاعه وطبعا وينس دي كانت بدلة الظرف بتاعها مع صاحبتها علشان تدخل عالم الحجاج وتكشف اي حاجة عن كراكستون واما بنشوف وينس دي بيتباع حاجات للناس بيخافوا منها وبيمشوا وبنلاقي التلات ولاد اللي كانوا بيتنمروا على وينس دي قبل كده رايحين يتنمروا على يوجين لكن وينس دي بتظهر في وقتها وبتاخد حقه وبتعلمهم الادب زي المرة اللي فاتت برضه وبنلاقي العمدة رايح للمديرة وبيشكرها على تعاونها ودعمها ليه في انتخاباته كعمدة فبتعرفوا انه عربون لتعاونهم المستمر وبنلاقي المديرة بتقول للأستاذة اللي اكتشفنا ان اسمها مارلين ترقب وينس دي وتعرفها هي بتعمل ايه وبنلاقي وينس دي مع يوجين اللي كان بيشكرها وبيقول لها ان دي اول مرة حد يساعده فبتعرفوا انه فكرها باخوها بس من غير ما تحس انها عايزة تخنقه كل شوية وبتقول له هالله علشان عاوزة اعرف اكتر عن كراكستون فبياخدها المكان فيه تمثالي وحاجات تانية عنه زمان وبتلاقي لوحة فيها صورة البنت اللي جات لها في رؤية ومسكى نفس الكتاب اللي فيه صورتها وبتدور كمان وبتلاقي الكتاب المنفسي الاصلي في خزنة ولما بتفتحه بتلاقي مزيف وبنشوف الاستاذة اللي كان بترشيدهم يعملوا ايه بتسأل بانكة عن وينس دي فبتعرفها انها ممكن تكون مستخبية في مكان مش مكانها فبتروح تدور عليها وفعلا بتلاقيها ولما بتسألها وينس دي عن الكتاب الاصلي وبتعرفها انه تسرق من شهر بنشوف زميلة وينس دي مع زميلها في المدرسة في مهمتهم وبتعترف له انها بتحبه وبيتفقه يتقابله بالليل علشان يشوفه الامر وهو ازرق فبيوافق وبنروح لوينس دي وهي يفق فيه تايلور وبتقابل اجزافير اللي مهمته هناك وبيحذرها من تايلور لتالت مرة فبتقوله انه هو مارش دعوة هي بتكلم مين فبيسيبها ويمشي وبتبدأ تسأل تايلور عن مكان اجتماعي الحجاجي القديم وبيقولها انه تهدم ومش باقي منه غير قليل في الغابة بس بتعرف منه الطريق وبتروح واول ما بتوصل بتلاقي راجل بيقولها بتعملي ايه في مكاني لكن ثينجي بيتصرف معه وبيخليها ربو اما بتجي وينس دي تمشي بتمسك باب وبيدخلها لرؤية بتوريها البنت اللي في رؤياها وكان في ناس كتير بتمسكها وعاوزين يعزبوها بس بيجي كراكستون وبيقولها انها شيطان وساحرة ولازم تموت وبيولعوا فيها وهي بتقولهم انها بريئة وهم الشياطين والمفروض يتعاقبو وبتطلع سكينة وبتضرب كراكستون في قشو فبياخدها المكان في كل المنبوثين وبيقرر يولع فيهم كلهم لكن امها بتقولها تهرب علشان تاخد حقهم وبالفعل بتهرب وبتوصل لونس دي وبتقولها مش هيوقف الا لما يخلص علينا كلنا وفجأة بيظهر وراهم وبتفوق وونس دي من الرؤية بتاعتها ولما بيبص من طرف الباب بتلاقي الوحش بيبص لها فبتهرب بسرعة هي وثينج وهي مش هي بتلاقي اثار بشري وبعدها اثار الوحش وبعدين بتعرف ان الوحش بشري وبعدها بيظهر لها اجزافير وبيمشوا سوا وبيعرفها انه صدقها في حوال روان وانه مات بجد فبتسأله غير رأيه ليه فبيعرفها انه كلمه وقاله كلام غريب فعرف انه مش هو وانه في حد بيتسطر على موته وبعدها بنشوف وونس دي وهي رايحة تحط جيركن جاز على التمثال بتاع كريكستون اللي المفروض كان هيبقى الحدث المميز ولما الحدث بيبدأ بيقع جيركن الجاز وبتبدأ تعزف فبيولع تينج الجاز وبيتحرق التمثال والكل بيجري اللي هي ما بطلتش تعزف وكانت فيها على وشها ابتسامة خفيفة تخوف كده وبتشوفها المديرة وبتشك ان هي السبب في كده ولما بيصار المدرسة بتفضل تزعق لها وبتقول لها وينس دي حياة عقرب اللي ما تقدام عيني ما كانش ريا ايد في الموضوع وكانت بتتكلم بجد وبنشوف الراجل اللي تنجي تصرف معاه وخلاه يهرب رجع لمكانه تاني بس كان مستني الوحش وخلص عليه وبنلاقي زميلة وينس دي اللي اسمها ايند بيجهز علشان تقابل زميلها وبتقول لها انها متوترة وبتروح تقابله بس هو كان رايح يجهز ودخل الحمام وحط فوطة على المراية بس هو خارج الفوطة بتكون وقعت ولما بيبص النفسه في المراية بيتجمد وبتفضل ايند مستنيها وهو مش بيجي فبتزعل جدا وبتفكروا انه مش بيحبها وبنعرف ان الشرطة عرفت مكان الراجل اللي مات وبدأت تحقق فيه وبنشوفه نز دي وهي دخل المشرحة بالليل بمساعدة تنجي اللي قفل لها الكاميرا وفتح لها الباب وبعد كده بتدخل تطلع الجسط الراجل اللي مات علشان تاخد منه عينة وبتخلي تنجي يشوف ملفات الجسس التانية ويحفظها لها وبعد كده بنلاقي تنجي بيعرفها ان في حد جاي وبنشوف ان صاحب المشرحة والزبط بيتكلمه وبعد ما الزبط يمشي بيشوف صاحب المشرحة التلاجة مفتوحة فبيشوفها لكن بيلاقي الونس دي وبتبقى شبه الجسس بالزبط وبيقول انه ما شافش الجسس دي قبل كده وبيقرر يشراحها تانيوم الصبح وبيقفر المشرحة وبيمشي واما يجي تنجي يفتح لها بتقوله استنى شوية علشان بدأت تسترخي وبعد كده بتاخد وينس دي الورق بتاع الجسس اللي ثنجي يصوره وبتحطه على لوحة عندها في القوضة وبتوقت تبص عليه وبتكتشف ان كل ضحية اتخذ منها عضو من جسمها وان ده من جمع القاتل متسلل وبنشوفها بعد كده راحت عند الاستاذة مارلين وبتعرفهم انها مش هتديهم واجبات علشان حفلة يوم الزبط وبتقولهم اللي مهتم بالحفلة ايه يكلمها وبنشوف اجزافير وهو بيسأل وينس دي خارج من مكان غريب واما بتروح تشوفه بتلاقي رسم صور كتير للوحوش وبتاخدها وتخرج فبتلاقي جاي وراها وبيسألها كانت هنا ليه فبتقوله انها كانت عايزها في حاجة وانها شافته داخل هنا وبعدها بتكترع عليه فرجها على المكان فقالها مش دلوقتي علشان في فوضى وبيسألها كانت عايزة ايه وبتضطر تقوله انها عايزة يروح معها حفلة يوم السابق وطبعا بيتفاجئ بس بيوافق واما بتقول لصاحبتها انها تروح الحفلة بتتفاجئ وبتقول لها لازم تشتري فستان وبتعرفها انه عندها فستان وبعد كده بتشوفها راحة للزابق تدي له الصورة اللي خدتها من عند اجزافير وبتطلب منه يتحالف معها ويدور على الوحش بس هو بيعرفها انه عايز دليل ملموس وبنشوف اينيد قعدة في الكافي وبيدخل عليها ابن الوامدة اللي وينس دي ضربته هو وصحابه وبيقعد معها وبيقول لها انه هيروح معها الحفلة وبتوافق وبنلاقي وينس دي قبل التيلر وبيسألها لو هتروح الحفلة وبتعرفوا انها اضطرت تدعي حد بدفع السلامة وبتعرفوا انه اجزافير وساعتها بيعترف لها انه بيحبها وكان مفكرها بتحبه فبيسيبها تفكر براحتها وبنلاقيها راحة ليجين باللوحة اللي فيها صور الضحايا علشان اينيد خايفة منهم في القوضة وبعدها بيروح لكهف مليان عضم والمفروض انه كهف الوحش وبتلاقي فيه مخلب من مخلبه وبتاخده علشان توريه الضابط كدريل ملموس وبتروح تاني يوم لمكان اجزافير بس المرة دي بتلاقيه داخل عليها وبتسأله الرسومات دي كلها وبتسأله لو هو الوحش فبيقولها ان الكائن ده في احلامه من اسبيع وبيجي المكان ده يرسمه فيه وهو بيعرف ساعتها انها دعته للحفلة معها علشان تتوه انها دخلت مكانه فبيتداق منها وبيخليها تمشي وبتروح للزابط علشان تديره قماشة كانت واخدها من عند اجزافير والقماشة دي فيها دمه ومخلب الوحش وبتقوله يعمل تحليل دي ان ايه ويشوف لو المشتبه بيه هو الوحش والزابط بيقولها انه مش عايز لعب فبتأكد له انه مش لعب فبيوافق يعمل التحليل ولما بتكون كده اتخلصت من شريك الحفلة بتقول لي يوجين ييجي معاها الغابة وده علشان يرقبه الكهف ويشوفه مين الوحش وبيوافق وبنلاقي ثينج عمل حركة جدعانة من عنده وكتب لتالر رسالة كأنها من وينزدي بتدقي للحفلة وهو طبعا بيفرح وبيجي تاني يوم الحفلة وبنلاقي تالر رايح لوينزدي علشان ياخدها للحفلة وبتتفاجئ وبتعرف ان يتينج هو اللي دعاها وبتلاقيه جايب لها فستان وبتعرف انه سرقه بس بتلبسه وبتتطرد روح مع تالر الحفلة واما بيشوفها بيعرفها انها جميلة جدا وبتتقابل مع يوجين وبتقوله ميروحش الغابة الواحدة ويستنها علشان يروحوا بكرة مع بعض وبنشوفها لما دخلت الحفلة الكل تفاجئ بالذات اجزافير اللي شافها مع تالر وبيدخل الحفلة وبتروح وينزدي تجيب مشروب وبيروح وراها وبيسألها جابة تالر ليه وبيعرفها انه عمل ليه حاجة وبعدها بنلاقي وينزدي قاعدة لوحدها وبيجي لها تالر وبيعتذر عن العمل وبيقولها انه مش شخص سيء وبتعرفوا انها مصدقة وبعدها بنشوفهم وهم بيشغلوا اغانع علشان يرقصوا وبتبدأ وينزدي ترقص رأس غريب بس بصراحة يعني هو شهر وبعدين بنلاقي انه يوجين راح للغابة وبيلاقي ان في منطقة بتنفجر وبنروح لصحاب ابن العمدة اللي كانوا راحين ينتقموا منهم برش بويا حمر عليهم وبنشوف الكل هو خايف ومفكرها دم الا وينزدي بتدقها وبتعرف انها بويا وبنلاقيها خبطت في حد وبتيجي لها الرؤى اللي بتوريها انه يوجين في خطر فبتجرع علشان تروح له وبنشوف وهي بتزعق ابن العمدة على اللي عمله وبيجي زمالها اللي بتحبه وبتقوله انها كانت عايزة تروح معاه شوف الاهالي كلهم بيرحوا لمدرسة علشان عطلة الاسبوع وبنلاقي اهل وينزدي وصلوا وبيتمنوا بنتهم تفرح لما تشوفهم وبيدخلوا المدرسة وبتقابلوا مع وينزدي وبيسألوها عن اخبارها وبتقول انهم المفروض يكونوا عارفين كل حاجة من وبتفاجئوا انها عارفت انه موجود وبنروح ليند وهي عند اهلها واول ما امها بتشوفها بتشمها وبتعرف انها مش بتتغزة كويس وان عندها فقر دم وبتسألها لما بيقعدوا لو كانت تتحولت لزئب وبتعرفها انها لو ما تحولتش ممكن تتحول في اليوم للامر فيها يبقى لونه احمر وبنشوف اهل وينزدي اللي كانوا بيستعيدوا ذكرياتهم مع المديرة وبيتفرجوا على صور لهم في المدرسة وبتستلف ام وينزدي لقلبهم وبنشوف بعدها المديرة وهي بتقول ان جلسات العلاج النفسي بتاعت وينزدي مش عاملة مفئول ولازم يروحوا كلهم كعائلة للدكتورة وبوافقوا وبشوفوا هم رايحين الزابط شافهم وكان عايز يقبض على ابو وينزدي علشان تهمة القتل وبنشوف لما اهل وينزدي ترقل الدكتورة وبدأت تكلمهم بيتنفجر وينزدي على ابوها بتسأله عن تهمة القتل دي وبتنهي امها الجلسة وبتمشي علشان اللي وينزدي بتعمله ولما بينزله بتعرفها ان ابوها بريء بس بتسيبها وينزدي وبتمشي وبنشوف ام بيانكا وهي قاعدة معاها وبتقول لها انها لازم ترجع معاها علشان تقيش معاهم وهو مع جوزها وبترفض بيانكا وبتعرفها انها بدأت حياة جديدة وبتتمنى ما تبوزهاش وبنلاقي امها بدأت تهديدها انها هتعرف زميلها حقيقتها وهتقول لهم انها دخلت المدرسة دي بقدراتها اللي هي التنوم المغناطيسي تقريبا وبتديها مهلق اسبوع تودع زميلها وبعدها بنشوف وينزدي وهي بتزر يجين وبتديله عسل وبنشوف بعد كده الزابط وهو في المشرحة وبيحقق في انتحار صاحب المشرحة وبيعرف انه انتحر بسبب قضية موت جارت اللي هو اتسطر عليها من زمان وبنشوف بعد كده وينزدي بتروح للمدرسة وبتقعد مع اهلها وبتلاقي الزابط داخل عليهم وبياخد ابوها بتهمة قتل غارت وبعدها وينزدي بتروح لابوها السجن وبتسأله ايه اللي حصل فبيحكي لها ان جارت كان بيحب امها بجنون وكان ما فكرها بتحبه علشان ما عملتها الحلوة معاها واما عارف انها مش بتحبه قرر يقتل ابوها واما جيه دفع عن نفسه وقعوا من على المبنى بالغلط ومات وبنشوف وينزدي وهي راحة للزبط وتقوله ان ابوها بريء وبيعرفها ان صاحب المشرحة اعترف ان ابوها هو القاتل ومش قتل جارت بس ده يعتبر قتل عيلته كلها وبتعرفوا وينزدي ان في حد ورق اللي بيحصل ده لان في يوم موت صاحب المشرحة كان يوم عطلة الاسبوع وده كان حاجة مدبرة وبيتنقشوا كتير وبتسيب وينزدي وبتروح لاخوها اللي كان قاعد على البحر وبتهون عليه اللي حصل لباباهم وبيقعدوا استدوا السمك بالقنابل وبنشوف بعد كده وينزدي راحت لوامتها وبتسأل عن اللي حصل لجارت وبتقول لها ان ابوها ما قتلوش وان هي اللي قتلته وابوها هو اللي مسك السيف علشان يشير وبقبق عنه واسع يبقى فيه حاجة تانية وبتقتنع امه وبيروحوا على قبره وبيحفروا وبتاخد وينزدي الصابع منه واول ما بتشوف الشرطة جاء عليهم بتخبيه واول ما الشرطة بتسيبهم في الحجز بتطلع وينزدي الصابع وبيعرفوا انه كان بيحتضر فعلا قبل ما تضربوا بالسيف واما بتمسك الصابع تاني بيجي لها رؤى انه كان ماسك سم منها يتشيد وكان رايح علشان يقتل طلاب مدرسة المنبوذين كلهم مش ابوها بس وبيفرحوا ساعتها علشان يعرفوا الحقيقة وبيروحوا للعمدة وبيوروا الصابع وبيعرفوا ان ابوهم ما قتلش حد وهو مات متسمم وبيقولوا له لو ما طلعش ابوها من السجن هيفضحوه وهتسوق سمعته كعمدة وطبعا بيطلع وبيعرف الكل انه بريء وبيتصالح الزابط وابو وينزدي وبنيجي نهاية العطلة وبيمشي كل الاهالي وبتقول بيانكا الاما هتسيبها في المدرسة لنهاية العام وبتوافق وبتروح وينزدي للمديرة بتعرفها انها عرفت بموضوع تحولها وان هي اللي كانت عاملة شكل روان وبتعرفها انها عملت كده علشان تحمل مدرسة واهله عارفين اللي حصل وبعدها بيروحوا البلكون علشان يشوفوا في ايه لانهم سمعوا صوت وبيلقوا كلمة مكتوبة غريبة كده بمعنى سوف طوم ترنار وبنشوف وينزدي وهي قاعدة بتستدعي البنت اللي بتيجي لها في رؤياها وبنلاقي انت دخلت عليها وبوزت اللي هي كانت بتعمله وبنلاقي ارسالة رامت من تحت البابل وينزدي من حد بيقولها لو عايزة اجابات تقابله في الفناء بتاع كراكستون وبتروح وبنلاقي معها انت اللي اصرت انها تروح معها وبتكون خايفة تدخل وبتسيب وينزدي هي اللي تدخل لوحدها وبعدها بتكتشف ان زمالها عاملين لها حفلة ايد الميلاد واللي كان معرفهم ثينج وبتلاقي وينزدي نفس كلمة بس مكتوبة باللغة اللاتينية ومحفورة على الجدار وبنشوف وينزدي وهي بتلمس الكلمة وبيجيلها رؤية فيها البنت اللي بتيجي ليها واسمها جودي ادم بتوريها بيت وبتقولها لإيقاف كراكستون لازم تدور في البيت ده وبعدين بتشوف وينزدي وهي في قضتها وبتكتب وبتلاقي ثينج بيوريها الهدية اللي ابوها وامها كانوا سيبين حالها ولما بتفتحها بتلاقي سناجم متحنطة وعدة لتحنطة الحيوانات وبنلاقي ايند قدتها وشاح لونه اسود وبتعرفها انها عملت لها واحدة هي كمان وهيلبسوه سواء في الفصل وبتقول لها وينزدي انهم ممكن يلبسوه مناسبة ومميزة زي عزة مثلا وطبعا احنا مش هنستغرب وبنشوف وينزدي ويوقفه قدام الكلام اللي كان مكتوب بالنار في جنيهة المدرسة وبيجيلها اجزافير وبيسألها عن الرؤية اللي شافتها في الفناء وبتقوله انها لسه مش بيتكلمه من اخر مرة اتخنقوا فيها وبيسألها لو لسه مفكرها هو الوحش فبتقوله ما استبعدتش كده وبيقول لها لما تبقى مستعدة تكلمه وتساعده هي عرفة هتلاقيه فين وبنشوف وينزدي وهي قاعدة مع يوجين وبتحكيله عن اعياد ميلادها اللي اهلها بيخلوها مميزة بحيس انها ما تنساهاش وبتلاقي الدكتورة نفسها بتاعتها داخلة ليوجين فبتقوم تمشي وبتسيبهم وبنشوفها هي قاعدة في الكافي وبتقرى في كتاب عالم كراكستون وبيجي لها تايلور وبيقدم لها قهوة مكتوب عليها عيد ميلاد سعيد وبنلاقيها بعد كده بتوريه صورة الباب بتاع البيت في رؤيتها وبتسأله لو يعرف مكانه وبيعرفها انه مش عارفه وبنشوفها هي رايحة اجزافير وبتقوله لو يعرف مكان ده وبيعرفها انه شافه في احلامه من يومين وبتسأله لو عارف هو فين فبيقول لها انه اصر القديم وبنشوف بعدها بيكشف صورة لها اجزافير كان رسمها وبيقول لها انه رسمها علشان يعني يتخطاها فبتسيبه وبتمشي وبنشوف تايلور وهو بيدي بيانكة حاجة تديها اللي في المدرسة وبيجي تاني يوم وبنشوف وهي رايحة مكان الاصر ولما بتدخل بتستخبه وده لانها بتشوف العمدة خارج من المكان وبنشوفه بيكلم الزابط وبيعرفه انه اكتشف حاجة وبتروح ونيس دي بسرعة تركب في شنطة العربية بتاعته ولما بيركب وبيوصل عند مكان المأمور وبيجي يروح لي بتغبطه عربية بس مش بيموت وبنلاقي الزابط قاعد مع ونيس دي وبيسألها كيف بتعمل ايه في عربية العمدة وبتعرفه انها كانت شافته وهو خارج من قصر جيتس ولما بيسألها كيف بتعمل ايه ناك بتقول له انها كهب بتدور على بيت وبتسيبه وبتمشي والمديرة بتقابلها وبتزعى لها علشان اي مشكلة بتحصل بتكون موجودة فيها وبتشوف بعد كده الاستاذة مارلين وهي بتنصحها ما تتحدش المديرة علشان ما تترضهاش من المدرسة وبتعرفها ونيس دي انها مش محتاجة نصحتها وبتسيبها بتروح تتكلم مع تيلور وبتقول له ييجي ياخدها الساعة التمانية من قدام المدرسة علشان يتعاشه سوا فبيفرح وبيوافق وبنشوفها وهي بتعتذر لإيند على اللي حصل يوم عيد ملدها وبتقول لها قريت نعرف نعمله تاني انا وانتي بس وبتقترع عليها انها تقول المديرة انها بتتحول لزئب وعايزة تخرج بره وهيفتحه لها المدرسة وبالفعل بتعمل كده وبيخرجه وبتتفاجئ اند ان تيلور موجود وبيتفاجئ تيلور ان اند جات مع وينس دي وبتقول وينس دي اللي تيلور يمشي بالعربية وبيمشي وبتوصل عند الاصر وبتدخل وينس دي وبتلاقي وينس دي العربية اللي خبطت العمدة فبتخاف اند وبتقول لها لازم يبلغوا ابو تيلور وبترفض وينس دي وبيكملوا ماشي في البيت وبتخلوا لمكتبة البيت وبتلاقي وينس دي مكان ورا المكتبة فيه صورة كاراكستون وشمع وبتعرف ان الشمع دافي وكان متولعه ريب فبتقول لتيلور ينزل دور في الطابق اللي تحت وهي ويند هيدوره فوق وبيطلعوا وبتدور وينس دي في حتة ويند في حتة ويند بتشاور اللي وينس دي على قوضة بتلاقيه مترتبة وفيها الورد اللي كانت الدكتورة واخدال يوجين وكمان فيها لعبة وفجأة بيسمعه صوت تيلور وهو بيهجي معالي الوحش وبتاخد وينس دي اللعبة وبتجري هي ويند بسرعة وبيستخبه فوق أسانسير وبتقطع الحبل بتاعه وبيوقعه في مكان فيه الأجزاء المفقودة بتاعات الضحايا اللي الوحش قتلهم وبيجروا بعد كده وبيروح يشوفوا تيلورو بيلاقوا مجروح وبعد كده بيجي اجزافير وبياخدوه على بيته وبتعالجوا وينس دي ولما بيجي الزابط بتعتذرله وبتعرفوا انه لازم يشوف البيت ولما بتاخده مش بتلاقيه حاجة من اللي هم شافوها وبتعرفوا انها مش بتجدب واما بترجع المدرسة المدرسة بتكون عايزة تطردها طرق تكون صاحبتها انما هي بلا مشاعر وبتقول لها انت عاوزة تبقى لوحدك وبتسيبها وتمشي وبتقعد وينس دي لوحدها وبيبني انها زعلانة وبتطلع اللعبة اللي اخدتها من القوضة اللي في البيت وبيوقع منها الصور لها وبتقلب فيهم وبتقول ان هي وعيلة جارتس وكراكستون والوعش في حاجة بتربط بينهم وكررت انها لازم هتحلها وبنشوفها بعد كده وهي في عزل عمدة علشان مات وبنلاقي حد بيرقبها ولما بتجري وراب تكتشف انه عمها فيستر فبتفرح لما بتشوفه بيعرفها انه جاي في شغله ولما بتسقري ايه هو الشغل بيعرفها انه شغله محتاجه ايه يا رب وفي الوقت ده احنا بنعرف انه مش شغل وبنلاقيها خدوته المكان النحل بتاع يوجين وبتوري صورة الوحش وبيعرفها ان اسمه وحش هايد وبتسقر لو كان شافه قبل كده فبيعرفها انه كان في اجازة في معهد زيورخ للمجرمين المجانين وبيقولها انه كان في واحدة اسمها أولجا بتعزف على البيانه في حفلة وبتتحول فجأة الوحش هايد وبتقتل الناس كتير جدا وهو كان بيشوفها الساعات في جلسات جماعية بالصدمات الكهربائية وبتقول له هونس دي انه مفيش كتاب بيحكي عن وحش هايد وبيقولها انه في مذكرات لوحد اسمه فولكونر كان بيسافر حول العالم علشان يجمع معلومات عن المنبوزين ووحش هايد كم من ضمنهم وبتسأله عن مكان المذكرات وبيقول لها في مكتبة نايتشيد وبتقول له انه ما هيتقابله هناك بالليل وبتروح بعد كده تكتب وبتسأل نفسها لو جيتس ماتت من 28 سنة مين اللي بينام فقدتها وليه عندها صور لها في لعبتها وبعد كده بنشوف اند وهي دخل الدور على المونيكير بتاعها علشان نسيته وبعد كده بتمشي وبنشوف وينس دي بالليل وهي رايحة للمكتبة ولما بتدخل بتشوف اجزافير اللي كان مدائق منها علشان لسه مفكرها الوحش وبيمشي وبيسيبها وبيظهر عماه وبيوريها مكان المذكرات اللي كانت في خزنة ورا صورة اي جي ايت ادراع اليمين اللي في لونوكر وبيفتح عليهم ثانج وبتاخد وينس دي المذكرات وبتروح على قدتها تدور في الكتاب على وحش هايد وبتلاقيه وبتعرف ان في حد لازم يحرره ولما بيظهر وحش هايد بيكون ممتنر اللي بيحرره وبيعتبره زي سيد لي وبيسمع كلامه وبتقول وينس دي انها كده هتدور على قاتلين اتنين الوحش وسيده وبنشوف بعد كده الاستاذة مارلين وهي دخلة على وينس دي وبتعرفها ان ايند هتكمل السنة مع يوكو وبتسألها لو كانت موافقة وبتوافق وينس دي وبيكون عماها مستخبي ولما الاستاذة بيمشي بيطلع وبنشوفهم تاني يوم وهم في الكافي وبيحس عماها ان تيلور بيرائبهم ولما بيكون جاي يقدم لوينس دي القهوة بتاعتها بيكون عماها عايز يهجم عليه وبتعرفوا وينس دي انه ماريش دعوة بي وانه جاي لها هي واما بيشوف تيلور وينس دي فتح المذكرات على وحش هايد بيقول لها ان ده اللي كان هجم عليه قبل كده وبنلاها ابو داخل عليهم وبنشوف ان عم وينس دي اختفى بعدها وبيضيق ابوه صورة لعم وينس دي وبيعرفوا لو شافوا يبلغوا علشان ده مجرم ويعلق الصورة ويمشي وبعدها بنشوف تيلور وهو بيعزم وينس دي على فيلم في فناء كراكستون وبتوافق وبيجي بالليل وبتكون رايحها لتيلور وبتخلي تينج يعرس المذكرات بتاعتها وبتمشي وبعدها بتخلص يومها بترجع وبتتفاجئ لما بتلاقي القدم البهدلة والمذكرات مسلوقة وثينج في حد ضربه بسكينة ومتعلق على الحيط فبتاخدوا بسرعة وهي خايفة وبتجري على عمها وبينقزوا واما بتسألوا وينس دي عن اللي عمل فيه كده بيعرفها انه ضرب من ظهره وبتوعدوا وينس دي انها هتخد له حقه وبنشوفها بعد كده بتحذر عمها علشان الشرطة بتدور عليه ولازم يمشي وبعدها بتروح المدرسة وبتكون عند المديرة وبتعرفها ان اللي عمل كده فقاضتها سرق منها مذكرات وبتعرفها ان المذكرات دي فيها بيانات وحش هايد اللي هما بيدوروا عليه وبتعرفها المديرة انها عارفة ومش راضية تقول لحد علشان تحمي عائلة نيفرمور وبتقول لها ان في النكر قبل ما يخلص بحثة على وحش هايد بيكونوا قتلوه ولما بيحاول حد تاني استكمل البحث بيخلصوا عليه هو كمان وبنشوف بعدها بيانكة وهي بتقول له وينس دي انها عارفة مين ممكن يكون قتل العمدة وبتخدها معاها وبتلاقي ابن العمدة جاب لها ورق في ان لولر جيتس ممتش وان هي اللي قتلت ابوه وبتتأكد وينس دي ان جيتس هي الدكتورة وبتروح لها وبتصرحها بكل حاجة وبتنكر الدكتورة ولما وينس دي بتمشي بتتصر الدكتورة على المديرة وبتقول لها ان وينس دي راحت لها وكانت بتقول لها حاجات غريبة وبيقطع مكالمتها الوحش اللي هجم عليها وقتلها وبعدها بنشوف وينس دي وهي رايحة لإجزافير بعد ما عرفت ان الدكتورة ماتت وبتقولها وكمان انها تأكدت ان هو الوحش بعد ما رسم صورة للدكتورة باللي حصل لها وبتدخل عليهم الشرطة وبتقبض عليه وبعد كده بيشكر وينس دي وبنشوفها ويفقدتها وبتلاقي اند رجعت وبيتصلح وبتقول لها اند تروح لتالور علشان هي بتحبه وبالفعل بتروح لي وساعتها بتاخد اول قبلة وبيجي لها رؤية ان تيلور هو الوحش وان هو اللي قتل الدكتورة فبتسيبه بعدها وبتجري وبتتفاجئ لما بتلاقي ان اول قبلة ليها من وحش وقاتل متسلل وبعد كده بنشوف فونس دي وهي مخليها يبعت رسالة لتيلور انهم يتقبلوا في الغابة ولما بيروح بتبعد عنه وبتقول له انها اول ما جات نيفرمور وبيقول لها ان كلامها مثير للسخرية وبتعرفوا ان المثير للسخرية ان الوحش يكون هو اللي بيساعد في الظلم وبتكلمه على اساس ان هو الوحش فبيسألها لو كانت مفكراه هو الوحش فبتقول له انها متأكدة وبعد كده بيظهر اعضاء انها يتشهد معاها وبينكب تعمله تنوين مغناطيسي وبياخدوا المكان اجزافير ويكتفوا بسلاسل واما بتيجي وينس دي تكاربوا او تأذي الكل بيعترض وبيسيبوها وبيمشوا وبينلاقيهم عند المديرة وبيعرفوها اللي حصل وبتتصل المديرة وبالزابط وبتقول له يلحق ابنه ولما بتيجي وينس دي تأذي بيظهر ابوه وبيقول لها تنزل اللي في ايدها وبياخدوها على الاسم بس مش بيرفق عليها قضية خطف واما بتيجي تمشي بيقول لها تيلور ان الوحش فعلا وبيحذرها من اللي حصل وبعد كده بنشوفها عند المديرة وبتقول لها ان تيلور اعترف لها ان هو الوحش وما بتصدقهاش وبتقول لها انها مطروضة وهتمشي بكرة وبتروح وينس دي لاجزافير على السجن وبتقول له ان تيلور هو الوحش بس بيقول لها ان لو هي مشت هتبقى كل حاجة حلوة وما حدش هتقزي وبيقول لها انها دمرت حياته وبتمشي وبيجي تاني يوم وهي ماشي بتودع اينت بعد بكده بتنزل وبتطلب من المديرة اخر طلب انها تشوف يوجين ولما بتروح له بيحكي لها اللي حصل وان كانت في واحدة لابسة جسمة حمراء وبتعرف وينس دي انها الاستاذة مارلين هي هي نفسها لوليرج جايتس وبتروح لها وبتقول لها انها قرفت كل حاجة وبتقول لها ان تيلور قال لها كل حاجة ولما بيدخل تيلور بتبدأ ميرلين اللي هي جايتس تقول له يسكت وينس دي بتقف جنبه بس بتطلع انها المديرة ومتحولة لشكل تايلور وبتحقنها جايتس بسم انها هيتشيد وبتغبط وينس دي ان تشيد علشان يجمعوا باقي العضاء ويروحوا وينس دي وبنشوف يوجين هو كمان خرج من المستشفى بسرعة علشان يروح لها وبنشوف بعد كده مارلين وهي مكتفة ايد وينس دي وبتقول لها ان كراكستون كان مدي كل جهوده لحماية العاديين من المنبوزين وفي الاخر مات على ايد واحدة من قريبه اللي هي جودي ادمز اللي بتيجي لها في رؤيها وبتقول لها انها مش هتستعيد كراكستون بدم اي حد من آلة ادمز وبتاخدها وبتعورها وبتحط ايدها على مكان في القبر بتاع كراكستون وبعد ما بتشيل ايدها بتقرأ تعويزة بتستعيد بها كراكستون من تاني واما بيشوف وينس دي بيضربها بسكينة في بطنها وبيسيبوها وبيمشو وبنشوف الزبط لما عارف ان في حاجة بتحصل في نيفرمور بيروح بسرعة وبنرجع اللي كانت بتحتضر وبيجيلها جودي وبتقول لها انها لازم تطعن كراكستون في قلبه علشان يموت حالا وما يظهرش تاني وبتقول لها ان السرسلة بتاعتها اداء لاستحضر الارواح وهي دلوقتي لازم تستدقيها علشان تدخل جواها وتعيش من تاني وبعد كده مش هتشوفها تاني وبالفعل بتطلع السكنة من بطنها وبتدخل جواها وبتعيش ونسدي من تاني وبنشوف اند هي وثنج وهم رايحين لونسدي وبتتحول اند لزئب في الغابة وبنشوف ونسدي وهي رايحة المدرسة بيطلع لها تايلور وبيتحول لوحش واما بيجي يقتلها بتهجم عليه اند وبيحصل بينهم صراع كبير بس بيجي ابو تايلور وبيضرب الوحش وبيرجع لطبيعته ولما ابوه بيشوفه بيزعل وبيتصدم بعد كده بنشوف ونسدي ويرايحة للمدرسة علشان تقتل كراكستون وبيجي اجزافير علشان يضربه بسهم بس السهم بيلف ناحية اجزافير تاني وقبل ما ييجي عليه بتاخد ونسدي في كتفها وبتقوم تاني علشان تحارب كراكستون بس بيقدر انه يكسر سفها واما بيجي يقتلها بتطعنه بينكا في ظهره واما بيزقها بتقوم ونسدي وبتطعنه في قلبه فبيموت وبيرتاحه من كراكستون وبينتهي العام الدراسي وبيقدم اجزافير هدية التليفون لونسدي وبتمشي وهي في الطريق بتلاقي رسالة جالها من رقم مجهول بتقول لها انها مراقبة وبنشوف العربية اللي تالور منقول فيها وهو متكتف بسلاسل وبيتحول الوحش فجأة وبيخلص مسلسلنا اتمنى تكون المشاهدة عجبت حضرتكم واتمنى تدعمونا بالاشتراك في القناة واللاجئ الجميل واتفعلوا زر الجرس وشكرا على وقتكم